في ذل تعزيزات أمنية مشددة تتواصل الاستعدادات لنقل الصفارة الأمريكية من العاصمة الإسرائيلية الأبيب نحو القدس هكذا وعد الرئيس دونالد ترامب فأوفى وجاء الاعتراف الإسرائيلي بهدية ترامب بعدما تقرر إطلاق اسم الولايات المتحدة الأمريكية على ساحة قريبة من المقر الجديد للصفارة الأمريكية 32 دولة ستكون ممثلة في مراصم الافتتاح فيما يتكون الوفد الأمريكي من 250 عدوا على رأسهم إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وغاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض مع تسجيل غياب الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية لقد اجتمعنا اليوم من أجل افتتاح مقار السفارة الأمريكية الجديد بعد انتظار طويل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإسرائيل خير شريك سنشتغل جنبا لجنب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لم يسلم من الانتقادات العاصمة الإيطالية روما احتضنت مسيرة تندد بقرار الرئيس الأمريكي وتعتبره ناسفا لمسلسل السلام القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قرار سيؤثر على الدولتين وعلى المنطقة بشكل عام أعتقد أن مبادرة الرئيس الأمريكي تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لقد أصبحت أمريكا تنتهك قرارات الشرعية الدولية وحسب الخارجية الأمريكية فالصفارة الأمريكية الجديدة سيحتضنها مبنى القنسولي الأمريكي في القدس بشكل مؤقت في انتظار بناء مقر جديد